بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي الفيديو الحالي بعنوان التخلص من الارتباط بالمصدر بطريقة بسيطة وسريعة يعني ايه الكلام ده؟ احنا عاوزين عندنا شيط وصلني شيط لبيانات الاسم اسماء بعض الطلاب مثلا وبيانات اسم الاب تمام؟ وعاوز اعمل هنا تجميع لاسم الاب واسم الابنة مع بعض هنا وبعد كده هاحزف البيانات دي مش محتاجها خلاص انا عاوز الشيط ده بس او العمود ده بس طبعا في البداية بنعدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ومشاركة الفيديوهات وعمل لنا لايك ولو فيه استفسار اكتبه كمان انا بستخدم تلوين الخلية الناشطة في الفيديو الحالي من خلال ادوات كوتولز بدون اكواد وبدون استخدام في بي اي ولا اي شيء خالص ماشي الملف ملف اكس العادي ولكن بنستخدم ادوات الكوتولز ومن ضمن الادوات دي تلوين الخلية الناشطة بالوان مختلفة عشان اعرف انا يعني فين بالزبط في البيانات بتاعتي تعالى ندخل على الشغل على طول انا عاوز اعمل تجميع للبيانات دي فيه اكتر من طريقة ولكن اسهلهم طبعا كونك ناتو نات اعمل سي او ان ماشي واختر الدلة بتاعتي اللي هي بتقوم بتجميع النصوص واختر النص الاول وفصلة منقوطة والنص التاني انتر هده احصل مشكلة المشكلة دي ايه ان المسافات طبعا لما بضغط على مقبض السحب هنا بيتم تعميم المعادلة دي على الكل مثلا ماريا محمد هنا يعني مفيش مسافة بين الاسم طبعا مش ظاهرة في محمود وابراهيم لان الدال والدال الحرف اللي بعدها بكونش لازق فيها فهنا ظهرت المشكلة وهنا ايضا ظهرت المشكلة ابراهيم عبدالسلام عاصم ابراهيم طبعا هنا المشكلة الميم لازق في الالف والكلام ده فعاوز اسيب مسافة بين اسم الاسم واسم الاب اعمل ايه هروح على اول معادلة معي اول خلية في المعادلات وهعمل فصلة منقوطة تانية ماشي وهعمل علامتين تنصيص وبينهم مسافة وبينهم مسافة يعني يعمل تجميع للنص ده مع المسافة بعدها والنص ده تمام واعمل انتر وبعدين اسحب تاني المعادلة بتاعتي اللي هي انا عدلتها دي خلاص تم حل المشكلة لحد اللقاء ما دخلناش في الشغل بتاعنا انا بعد كده عاوز احذف مجموعة البيانات دي اللي هي الاسم واسم الاب طبعا لاحظ انا لو حذفتهم الان هضغط على زر الدليت من لوحة المفاتيحة اهوت تم حزف الاسم بالكامل وانا محتاجه انا عاوز الاسم بالكامل ده هو ده معنى الفيديو بتاعنا التخلص من الارتباط بالمصدر المصدر الخلية دي مرتبطة بالاسم واسم الاب انا عايز افصل الارتباط ده اسيب البيانات دي بس اعمل ايه في طريقتين مباشرين كده طبعا هعمل حاليا اه اندو او تراجع طريقة الاولى ان انا هاخد الخلية دي المفروض ان فيها المعادلة دي ماشي انا مش عاوز فيها معادلة انا عاوز فيها النص بس يبقى هحدد البيانات اللي عندي وهعمل كنترول سي وبعدين كنترول في يعني نسخ ولسق في نفس المكاء هتظهر لي الاداة الصغيرة دي ماشي بتاعت الحافظة هاختر منها لسق قيم لاحظ اول ما اضغط لسق قيم كده فخلاص نعمل لما نضغط على اي خلية مكتوب فيها الاسم معادش خلاص مش مرتبط باي شيء تمام طب لما احزف البيانات دي خلاص ماشي ما فيش مش هيأثر لان خلاص البيانات حاليا اللي عندي اللي هي الاسم بالكامل مش مرتبطة بالمصدر طب دي الطريقة الاولى والسهلة والمباشرة في اسهل من كده ايوة في اسهل من كده هنعمل اندو وكمان مرة عشان نرجع للمعادلات طبعا دي معادلة ودي معادلة اهيت لو ضغطت على دابل كده كده المعادلة هي ماشي وكمان موجود في الشروط الصيغة بيبين لي ان دي معادلة اه ايه الطريقة التانية السهلة الاسهل كمان هحدد البيانات وهروح امسك النطاق ده لما الماوس المؤشر يتحول ليه الشكل ده امسك النطاق ده وابدأ احركه كده في اي مكان وبعدين ارجع به تاني بس كده لما ارجع به تاني بس انا كنت ماسك بزر الفقرة الماوس الايمن فلما ارجع تاني واسيبه في مكانه هتظهر القيمة تاني تاني هحدد البيانات امسك من اي مكان بس لما الماوس يتحول ليه الشكل ده من اي مكان كده اهوت واحرك وبعدين ارجع مكانه تاني ولما سيب الماوس هتظهر الاداة دي او المربع ده يعني المستطيل ده هختار واحد اتنين تلاتة التالتة دي نسخ هنا كقيم فقط از فاليو اونلي اه كده يعني فهضغط عليها التالتة واحدة دي فهيتم النسخ او اللسق هنا كقيم قيم يعني مش مرتبطة بمعادلات لما تحدد ده وتحزفه او لو حزفت العمودين اصلا من هنا ما فيش اي مشكلة خالص البيانات دي اغتبضل زي ما هي لانها حاليا مش معادلة هي حاليا قيمة نصية دي كانت المعلومة البسيطة اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي يارب تكون معلومة مفيدة لحضراتكم شكرا لمشاهدتكم الطيبة ادعمونا بالاشتراك في القناة اضغط على زر التنبيهات اكتب لنا في التعليقات وعمل لنا لايك وما تنساش تشارك الفيديوهات اهم ما يدعمنا هو مشاركة الفيديوهات كنت معكم ابراهيم محمود مرسي شكرا لمشاهدتكم الطيبة والى لقاء قريب والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة